السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنسترق الحصة الظواهر اللغوية دائما ضمن الاسبوع الثاني من الوحدة الثانية مكون الاملاء المرجع واحد الكلمات العربية لمستوى الرابع كما ذكرت مسبقا الوحدة الثانية مجال الحياة الثقافية والفنية عنوان داصليوم التاء المبسوطة الحصة الثانية اتذكر اثبت امثل مواضع كتابة التاء المبسوطة في خططة اذا تكتب التاء مبسوطة في الافعال اذا كانت اصلية اذا تكتب التاء في الافعال اذا كانت اصلية مثل فعل مات ثبت صمت نبت اذا تاء هذه الافعال كلها اصلية او اذا كانت زائدة مثل سعيته هنا الفعل سعى علمت فعل علم فهمت فعل فهمة اذا تكتب التاء مبسوطة في الافعال اذا كانت اصلية مثل فعل بات ثبت صمت نبت اذا كانت زائدة مثل فعل سعيته هنا التاء زائدة ان الفعل عندي هو سعى علمت ايضا تاء زائدة فهمت ايضا تاء زائدة وتأتي ايضا تاء مبسوطة في الاسماء اذا جاءت مسبوقة بسكون حي بسكون حي مثلا او ميت بيوت بنت اخت زيت زيوت اذا او مد هنا او مد حي او سكون حي او مد او ميت سكون ميت ان شاء الله تعرفوا عليك تكتب التاء مبسوطة إذا جاءت مسبوقة بسكون حي او مد مثلا بيوت بنت سكون حي اخت سكون حي زيت سكون حي زيوت مد او مسبوقة بكسرة مثل فائت منابت وكذلك في الجمع المؤنت او في الجمع المؤنت في الجمع المؤنت مثل ممرضات ممرضات هنا جمع كلمات ممرضات في الجمع المؤنت استخرج مع زميلي او زميلتي من الجزء الثالث من النص القرائي محكمة الالوان محكمة الالوان محكمة الالوان نص مسترسل محكمة الالوان ليس بنص قرائي بل هو قراءة مسترسلة قراءة اذا مسترسلة محكمة الالوان قراءة مسترسلة الكلمات المختومة بتاء مبسوطة اذا من الجزء الثالث من الجزء الثالث اذا هتفتي الالوان كلها بصوت صوت واحد لو لو اوضح الكلمات صوت واحد نعترد وفجأة اختلفت اختلفت اختفت جميع الالوان من الغرفة ومن الكون امر لا يصدق نظر مسرور من نافذته فرأى كل شيء بلا لون حتى اللون الابيض لم يعد موجودا فقدت الاشياء حياتها وروحها كل شيء اصبح مثل صراب اصرع مسرور ففتح الكيس الذي سجن فيه اللون الابيض فاخرجه وصار يرجوه ان يسامحه حتى تعود جميع الالوان الى الحياة اجتمعت الالوان وقررت محاكمة مسرور اختارت لون الازرق قاضيا استمع القاضي الى اراء الالوان وشهادات الاشياء التي تحب الالوان ثم سمح لمصرور ان يتكلم ليدافع ليدافع عن نفسه فاقر بذنب ذنب ذنب المطلوب كما قلنا الجزء الثالث هذه الكلمات ساعود ساعيد كتابتها مع ذكر السبب لانه مطلوب ثم اعلل سبب كتابتها اذا باقات لماذا كتبت التاء مبسوطة لانها جمع مؤنث وقت وقت كتبت التاء مبسوطة لانها سبقت او جاءت مسبوقة بسكون جاءت مسبوقة بسكون اختفت هتفت اختفت وهتفت لانها فعل لانها كتبت التاء مبسوطة لانها فعل شهادات شهادات كتبت التاء مبسوطة لانها جمع مؤنث لانها جمع مؤنث كنتمنى انها يكون واضح اعطي من كل نوع ثلاث كلمات مختومة بتاءات مبسوطة اذا لدي بعد ساكن بعد ساكن مثلا بيت زيت بنت بعد مكسور فائت قارت منابت منابت بعد مد زيوت نبات بنات في جمع المؤنت لوحات تمثيليات جنديات 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 سكوت سكوت اسكات اذا هذه بعض الكلمات من عائلة كلمة سكت 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 سكوت اسكات احنا المدن 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 بكلمات بتائم مبسوطة مثلا توررت توررت تونات ورززات ورززات خميسات صخيرات ميدلت سطات اذا تورير تورنات ورززات الخميسات صخيرات ميدلت وستات هذه بعض اسماء المدن المغربية المختومة بتائم مبسوطة اغني مكتسباتي اذا دخلت تاء زائدة على فعن مختوم بتاء مبسوطة اصلية صارت التاء تاء واحدة مشددة سكت 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 إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم اضرب لكم موغدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة